لمحاربة التطرف ونبذ العنف والإرهاب نظمت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية في مدينة العقبة مؤتمر الجنوب لمناقشة الأفكار المتطرفة والدخيلة على المجتمع الأردني المشاركون في المؤتمر أكدوا رفض المجتمع الأردني لأشكال التطرف والإرهاب والعنف على اختلافه مبينين أن محاربته وتصدي له مسؤولية تشاركية وطنية ويهدف المؤتمر إلى إبراز صورة الدين الإسلامي المشرقة ودور المؤسسات التربوية والشبابية والإعلامية في مواجهة التطرف والإرهاب وتقديم التجارب الناجحة والحلول العلمية والعملية لمعالجة هذه الظاهرة وآثارها يأتي هذا المؤتمر وهو مؤتمر قليم الجنوب لنبذ العنف والتطرف حتى يوضحوا للمجتمع فهمهم الحقيقي لمعاني الدين وأن هذا التطرف وهذا العنف ليس من الدين وإنما هو دخيل ولذلك فهم المرض هو بداية علاجه الإرهاب لا يعرف دينا ولا يعرف وطنا ونحن في المملكة الأردنية الهاشمية بعون الله وحوله بقيادتنا الهاشمية المباركة قد تنبهنا إلى هذا الخطر الداهم من كوارج العصر فتصدت له الدولة بكافة أجهزتها الأوقاف والتربية وكافة المعنيين في الإعلام لبيان الصورة الحقيقية انسجاما مع رسالة عمال